أستاذ عدنان بحافة وزارة الصحة كيف تتابع هذا الواقع اليوم؟ هذا الإشكالية؟ الإشكالية كما شعروا لها الإخوان نحن نرى أن الأمثلة التي تعطتها هي أمثلة استثنائية طبعاً الأساس فيها هو والخصص في الموارد البشرية أنا يجب أن نأكد على واحد النقطة التي هي مهمة هو الاستعانة باستشارة طبية مختصة يأتي بعد المرور عبر المستعجلات وبالتالي هذه جميع الحالات التي تشوفها مصلحة المستعجلات ليس بالضرورة أن تكون فيها استشارة طبية هذه نقطة واحدة وبالتالي هذا النظام الذي هو معمول حالياً فيه نواقص في محدودية كاتباً في حالة غياب الموارد البشرية أو النقصة لها بوحد طريقة كبيرة وأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة وبالتالي هذا ميز ما بين الحراسة وما بين إلزامية لأن الحراسة هو التواجد الفعلي للطابب في المصلحة وما بينما يكون ضرورة يدير واحد تدخل ولكن يجب أن يكون متواجد فعلياً أما فيما يخص الخدمة الإلزامية ومتواجد في البيت دياله باعتبار على أن الحراسة يكون فيها ثلاثة ديال الأشخاص أو ثلاثة ديال الأطباء أو الممرضين يقوم بضمان الخدمة بالتواجد دياله الفعلي وفي الصباح يأتي الزاميل دياله اللي تدخل تتسلم عليه وبالتالي فاش يكونوا ثلاثة لا يمكنش واحد يخدم بالليل ويأتي في الصباح يخدم أوتوماتيك مونت يكون عنده 12 ساعة وهذا القانون كان فيها واضح تقول لك 12 ساعة من الخدمة و12 ساعة من الراحة الإجبارية مكتوبة في المرسوم أعتدر أنه مرسوم هل يتم تجاوزها؟ وبالتالي هذا النقطة هذا هو النظام العام هذا إذا كنا نبني القناعة ديالنا أو الأفكار ديالنا على استثناءات اللي هي محدودة اللي مرتبطة بحالة اللي هي معينة هذا شيء أخر هذا النقطة اللولة النقطة الثانية اللي هي مهمة هو أنه ربط الإلزامية والمتابعات القضائية يعني في التارات اللي كانت حاليا نحن أول لبعد الموقف ديال الوزارة واضح فيما يخص المتابعات القضائية واحترامنا التام للقضاء و لهذه المتابعات ولكن الإشكالية بهذه السودوية ستكون متابعات كثير من اللي هيك نحن نقوله محدودية ولم مرتبطة مباشرة بالخدمة في حدتها ولكن أشياء أخرى اللي سيثبتها القضاء فيه مع بعض ونحن نتظر نتائج ديال القضاء في هذه الحالة لكي يكون واحد الموقف رسمي للوزارة وبالتالي الإشكالية اللي هي مهمة في الخدمة الإلزامية هي الموارد البشرية واللي هو موضوع كبير يعني عنده ارتباط بالمناصب المالية عنده ارتباط بعوزوف الأطباء التي حق بعض المناطق بها دعفة يعني بعض المناطق ديال الاشتغال فيها يعني الموتيفاسون أو التحفيز اللي كان حاليا للأطور الطبية واللي الوزارة هي مقتنعة على أنه خصي تعد فيه النظر وبالتالي على ذلك شي نحن نربطه إعادة النظر في الخدمة الإلزامية وفي الحراسة في المرسوم أو في النظام ديال الحراسة الخدمة الإلزامية والمدوامة ما خصي يكون في واحد الإطار لهو شمولي والتي يجمع مجموعة ديال النواقص ديال المنظومة الصحية